تواصل السلطات المغربية حصر الخسائر الناجمة عن زلزال الحوز في انتظار انطلاق عملية إعادة الإعمار هذا وتقيم الأسرة المتضررة في خيام مؤقتة بعد انهارت منازلها بشكل كامل أو جزئي وتستعيد المناطق المتضررة من الزلزال في المغرب الحياة اليومية تدريجيا بعد مضي أكثر من عشرة أيام على الواقع حيث نجحت السلطات في إعادة فتح جميع الطرق الرئيسية والفرعية ينضم لنا الآن من مراكش مراسلنا عزيزة فتح عزيزة أهلا بك معنا دعنا نتابع معك آخر تطورات سواء كان على صعيد مواصلة حصر الخسائر الناجمة عن الزلزال أو حتى مظاهر عودة الحياة شيئا فشيئا إلى طبيعتها داليا بالنسبة للحصيلة هي ما تحدثنا عنه في المقابلات المباشرة السابقة وآخر تحيين لوزارة الداخلية يشير إلى أكثر من ستة ألاف جريح وحوالي ثلاثة ألاف قتيل نصف هذا العدد يتمركز بالحوز حيث توجد البؤرة إغيل نتحدث عن عشرات المصابين داخل العناية المركزة للمستشفيات الميدانية العسكرية والمدنية بالأقاليم الخمسة تارودانت شيشاوى الحوز وورزازات أزيلال ونتحدث عن أزيد من ألف جريح ونصف هذا العدد كما قلت يتمركز بهذا الإقليم إقليم الحوز الوضع كما أشرت داليا هو إيواء مؤقت بمخيمات سواء نموذجية عسكرية أو بمخيمات عشوائية على مقربة من المنازل المتضررة الإقراه الذي تواجهه السلطات هو تشبث عدد من المنكوبين بالبقاء على مقربة من بيوتهم المهدمة خصوصا تلك التي تصدعت أو تهدمت بشكل جزئي تخوفا من عمليات ممكن سرقة متفرقة لأن ما زالت هناك أغراض وأثاث وأوراق الهوية وعدد من اللوازم الشخصية عالقة بالبيوت التي تصدعت أو تهدمت بشكل جزئي قلنا بأن المخيمات النموذجية هي التي تتمركز داخل أمزميز وأسني وغيرها والتي تشرف عليها القوات المسلحة الملكية وتتوفر على خدمات الإطعام وعلى المرافق الطبية والصحية وعلى خدمات كذلك الدعم الاجتماعي والنفسي ورصدنا من خلال معينتنا أن هناك في بعض الأماكن وفرة في الطعام والدواء والغذاء والأغطية والخيام فيما هناك مناطق أخرى لا تزال تعاني من خصاص في هذه اللوازم سواء تعلق الأمر بالخيام أو بالأغطية ونحن مقبلون على قادم من الأيام خلال فصل الخريفة معظم القاتلين والمنكوبين داخل الخيام يتخوفون من التساقطات المطارية خصوصا ما يتعلق بتسرب المياه المحتملة التي ربما قد تؤدي الأفرشة التي يفترشونها فوق الأرض بالموازات مع عملية الإيواء المؤقت تجري السلطات بحصر وتقييم الأضرار في انتظار إعادة الإعمار وبالتالي توجيه دعم مباشر إلى الأسر المتضررة التي تهدمت بيوتها بشكل كامل أو بشكل جزئي فضلا عن الدعم المباشر الذي يقدر بـ 3000 دولار في أسنة داليا شكرا لك مرسلنا عزيزة فتحي كان معنا من مراكش شكرا لك